تستمر الانتهاكات ضد المسلمين الشرقية آسيا وخصوصاً في الصين والتي لها سجل كبير من الانتهاكات بحق أقلية الأيور صحيفة نيويورك تايمز ومن خلال تقرير لها صلطت الضوء على محاولات السلطات الصينية تدمير السمات المعمرية للمساجد ذات الطراز العربية مثل القباب والمآذن حملة تقول الصحيفة إن الحزب الصيني الحاكم تبنها لفرض سيطرة أكبر على الدين والقضاء على الطابع العربي المعتاد في المساجد وإطفاء طابع معماري صيني عليها مشيرة إلى أنه ومنذ وصول الزعيم الصيني شي جينج مينغ إلى السلطة قبل أكثر من عقد من الزمن قام الحزب بهدم دور العبادة ووضع مسلمي الأيور في معسكرات اعتقال باسم الأمن السياسي ومنذ استلاء الشيوعيين على السلطة بدأ المسؤولون في مهاجمة الدين خاصة خلال فترة الاضطرابات السياسية بين عامي 1966 و1976 والمعروفة بالثورة الثقافية وحينها دمر الجيش الصيني مدينة الشاديان ذات الغالبية المسلمة وقتل نحو 1600 شخص من سكانها لا يمر أسبوع أو يوم ربما إلا ويتعرض فيه المسلمون للانتهاكات والتمييز العنصري في الصين ففي نهاية الشهر الماضي اعتقلت السلطات الصينية مئات المسلمين في بلدة ناغو لمجرد اعتراض سكان البلدة على توجه السلطات لهدم مسجد تاريخي يعود للقرن الثالث عشر ممارسات لم تجد من يقف في وجهها من دعاة الدفاع عن حقوق الإنسان ورافع شعارات المساوى باستثناء بيانات الإدانة والاستنكار التي لا تسمن ولا تغني من جوع ترجمة نانسي قنقر